حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن قريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكرة ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثة ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه